السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين لبس عليكم كتمنى تكونوا بيخيروا على خير ولقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحدة البستيلة دي الحوت لكتجي رائع وكتجي يغزاء لو زوينة وصار حاجوش بستيلة تماشي وحدة ولكن انا كتصور معكمها وحدة وغدا نحضر هاتة البستيلة بمناسبات نجاح بنات خطي فلباك سلمة ومريم كنقول لهم بروك عليكم العقوبة ان شاء الله اللي عم جاي وكنقول الوليدات كاملين نجحوا العقوبة اللي عم فلباك نقول لهم بروك عليكم كاملين والله يسترل الوليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين جامعا وكنتمنى تبرتجي ولي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب وسجعوني بالليكة دي لكم والتعارق دي لكم فضلا وليس أمران وكن نقول لكم شكرا شكرا لكم بززاف هنا غدين دزل الطريقة والمقادير هنا الحوت لبنات اللي وجدته لحسب هذا البستيلة عدي القيمرون عدي هاد الحوتة اللي اسميتها مشاتلية وهاد الحوت هذا الفرخ هاد الحوت دي الفرخ هنعدي جوش كلو ونص وكلو وربع دي القيمرون وهذك الحوتة اللي وريتكم اللي بنات سيت على اسميتها مشاتلية والمهم فيها كيلو ونص سهية فيجوش كلو فيجوش كلو عفوان فيجوش كلو اللي فيها وغديننا نغسل الحوت دي لنا ونقيناه وتسقطرنا من الماء ورجعت لكم هنه يدرتوا في الطاوة كل حاجة يدرتها في الطاوة دياله بوحده بش ندخلهم الفران نعصرع ليهم الحامض هنه كان عصرع ليهم الحامض لبنات سدارو وريد عصروا عليه الحامض مزيان 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 هاد الحوت لا سوى الفرخ سوى هاد الحوت اللي صينا صراحة البنات نسيت على اسميتها والله لا نسيت عليها المهم كان عصرع ليهم الحامض مزيان وكندرو ليهم شوية الملحة كندردرو عليه شوية الملحة شوية الابزار وغير الشاشة خفيفة وشوية الزعتر كنحكوها كابيني دينا وكندردرو عليهم اللي فوق وكندخلو الفران بعدما ندخلو الفران منلي كنشوفوه كيتطلق البلول دياله ذاك المللي كيتطلق كنصفي وكنخرجوا الطاوات دياله كنصفي وذاك البلول في شي كاصرونه ولا شي شي شيز لافه وكنحطوه جانبا هنا غادي ندوز ندير القشور دي القيمرون ديالي بعد ما نقيتو درت القشور ودرتهم في التنجرة في كوكوت ودرت عليهم القيز ديال ما اللي غا نحتاج في الشعرية الصينية واللي غا نحتاج ودرتهم تغلو هنا صفيتهم وغادي نديرهم فنردهم عود نردهم التنجرة اللي غليتهم فيه مع الرائلة dónde ضرب شعرها الصينية كبيرة وشعره الصينية Li js oz او نقلت شوية ל microphone رقدت لهم هاد شامبينيو المجفف اورقدتوا في هاذ الكسرونة وهن خليه هتا يجري إلى شراب ديكلماتين نفخم ذيان كنتخلو هتا يتنفعف مزيان ونصفيه ونقطعه ارقيق هنا رجعت للحوت ديالي بعد ما خرجتهم الفران كان نقيه كما كتشوفو راها جا طيب زويل المهم ما تخلوش بزاف الفراني طيب كترام القياس المهم كان طيب قياس دياله وعا طيب صفي كان خرجوه صفي هنا كان نقيه كان حيدو لكان شي شوكات ولكان شي جليدتها كويه وكان حيدوه كان نقيه وكان حيدو لديك السلسول هنا الحوت التاهية غدا ننقيها المهم الحوت كامل غادي ننقيه وغادي نعزله غادي نعزله هاد الحوت بوحده ونعزله فرقه بوحده ومن بعد غادي ندوزه ده بنشوفو العطرية ومقادير كاملين هنا بعد ما نقيت الحوت ديالي القمرون والحوت ذاك الحوت اللي طيبته في الفران الشامبينيو هنا نشفته قطرته وقطعته رقيق وهنا غادي نحتاج واحد سلفة ديال القزبور والمعدنوس واحد الحامضة ونصف مصيرة نقطعها رقيقا واحد العصر ديال حامضة ونصف أنا درت حامضة ونصف مو يمعل حسب الحامضة وش فيه المول الله هنا عدي واحد الراز ديال التومة كبير وواحد معلقة ونصف ديال العطرية ديال بستيلة ديال الحوت هنا عدي الزبدة هنا عدي الزبدة حيوانية ماشي ديال البواطة ولا هنا عدي جوج بصلات كبار مش لضاهم هكو ورقق وعندي واحد ثلاثة الورقات ديال سيدنا موسى وهناي عدي العطرية وخامة باي نش عدي معلقة كبيرة ديال تحميرا معلقة ديال الفلفلحة معلقة ديال سكنجبير كبيرة ومعلقة ديال البزار وواحد الضمة ديال البنة ديال الحوت ضمط البنة ديال الحوت سكنجبير طريكن تجربوه بتحكو في الحكاك ارة قريقة وتخدم به هنا في المقلة غديينیحتاجوا معلقة كبيرة ديال الزبدة قدمنا معلقة اول م quanto نصف وواحد اабат كفز ديال زيت البلدية وغدي زيته البلدية وغدي ندير بها البصلة ديالنا غدي ندير فيه البصلة وهذاك الورقات دي سيدنا موسى وغادي نديهم نجيبهم مزيان في المقلة تدرينا مزيان في ذاك نحس بالبصلة بدا تكتيح وعادة غادي نزيدوا عليه العطرية دابع هنا غادي نرجع نوريكم العطرية حين تانا ما ما ذكرتهاش في اللول ما درتش عليها مش تديتهاش بالكاميرا زي ما ولكن أنا الصوت من اللي درت الصوت ذكرت كل شي ولكن غادي نوريكم معه التاني غادي نرجع باش تشوفوا العطرية بهذا وغادي . هادي هي الطحمرة والبزار وهناي معلقة كبيرة دي سكنجبير ومعلقة دي الفلفل حارة وكنور وحادي زلفة دي البلول اللي لقد لكم件事情 هي هادي دي لذيك البلول اللي غان حيده من الحوت لطيف الفران هي ادي البنت غادي نديروها هنا وغا نحطوها جانبا العطرية دي اللي بسطلة دي اللي حوتها هي اتكرتها معاكم معقول دي معلقة كبيرة ونص دي العطرية دي اللي بسطلة الحوت هناي غادي نضيف العطرية ديالي اللي اتكرت معاكم كاملة على هذك البصلة والحار المهم البسطة لدي الحوت راكت بغي شوية الحار للبنات المهم اللي كيبغي الحار كتر منه يجيه بين اذا كتر من هاتش اللي درت انا انا راه درت غير القياس يعني جات في ذاك الحرورة بين شوي وكن مش حار درت هنا العطرية درت قزبرو مع دنوس درت تومة الراس كبير ديال تومة لبنات حكيتو كامل الكبير وسميتو ودرت الحامضة مصيرة لي قتليكم حامضة ونص مقطعتها رقيقة قتعتها appelleق الموس ديال العطرية ودرت الموس ديال العطرية اسمعوا البنات انا ذايخها الموس ديال الربيع ودرت درت الحامض آآ العاصر ديال الحامض والحامض مقطع مصير ودرت ذاك الكنوراه واصفي غدي ندي هادى لأعطرية ونجيبها وهدي هذه البلول اللي اللي قتليكم اشتركوا في القناة 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 نضيف الشمبينيو والكروفيت ونضيف الشمبينيو والكروفيت نضيف الشمبينيو والكروفيت نضيف الشمبينيو والكروفيت قمت بشكل ملحي مالحين الحمض مصيرا الحمض الكنور الحوت مالحي تهيير مالحي نضيف الملح نضيف الملح دخلها فيه كاملة. تكن دخل في ذاك العطرية مزيان. ولكن انا جتني حط في القد يعني مزد فيه مزدت حاجة. اهنا البنات اه كم هذا الورقة. انا عندي هنا اه كيلوونس دي الورقة ولكن انا خرجت اه خرجت منها جوج بس طيلات. ما درت شغل واحدة درت جوج هنا غير صبرت معكم وهي الوحدة هي اللي شديتها بالكاميرا. درت وحدة كبيرة صراحة ودرت وحدة صغيرة. درنا وحدة كبيرة وحدة كبيرة. الورقة دي اللي نرا كنشتد وحدة بوحدة كنديرو هالزيت بين يدينها والزيان بالزيان بالزيت. انا هنا البنات اه حطيت الزيت والزبدة والبيض اضربت واحد البيض هكو حطيتها. ولكن زبدة يميقشت منها واحد جوج ورقات اللي دهنت منها. صافي وحيت تم دركها شقاعدت الزبدة اي الزيت. مميز مدهنو غيب الزيتها. انا دهنته غيب الزيت جاتنيئ اه صفي هنا يا بعد دمما درت الضاورة دي الورقة هكوة كان دير وحدة 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 وكان خالفهم هنا في الورقة درجو ورقات هنا في الوسط من لي سريت من الضاورة دي الطاوة. الطاوة اللي بنات هد البستيله را كبيرة وخطباً لكم أنا ما معبرتش معبرش لكم الطاو بش يكون لكم بالضبط شح الفيا ولكن راها كبيرة يعني بستيلة كبيرة. آآ صافي كان ذهن بزيان بززيد. وكان ذهن بالبيض. باش هذاك لها ذاك الورقات بش يتسودوا سوف نقوم بتعرض خليط سوف نضيف نضيف الخليط سوف نضيف الفرمج ومودزاريلا فرمج حمر وشوية مودزاريلا راني ما ذكرتمش معكم ولكين غادي نحتاجهم هنا في بسطرة غادي نديرهم موين موين انتم بقاول مع الفيديو تتشوفوا كل شي الموين را كل شي واضح وخا الفيديو مضلم شوية هنا را تصورة البنت راكملتوا في البيت يعني افحت البيت ها قاعد دي شوية مضويل موين شوية كومين باعدها على الكوزينا ما الكوزينا را مضلمة الليلة في العشية قاعد البنت صافكة تضلم عادي الكوزينا نحاول نقضه هاكو من الجناب ونحاول نقضه هاكو باش ميجينش الحوت ميجينش هذك الحبه ديال الكروفيت في ملاسة وحده هنا غادي ندير نرش الفرماج اللي ذكرتم معاكم هذي نرشوها كويه من الفوق ماشي من الفوق باقي غادي نزيد الحوت باقي غادي نزيد الحوت من الفوق ندر الخليط و ندر علي الشوية الفرماج ندر من الفق و ندر التابقة فقانية و نجمع البستيلي و نطويها و نلمطها نجمع الورقات نجمع الورقات وكان دهن بالزبدة نجمع البيض نجمع البيض ديالي. المهم غيا قبلو علي يا البنات على طلمات ديالي. زرب زرب. ديال الزربة المهم راها بسطيلة ديال الزربة هي هادي. صفي بعد ما كملت جميع ديال هذك الورقات وغادي نعود نزيد الورقات من الفوق نزيد نلمط ده بعدها طلع عندها هدا هو طلمت. هدي هي الطلمت اللي غادي ندير من الفوق. وهنا يا البنات طراني ما تصورش لي اللقتها هنا ما صورتهاش. بعد ما قديتها كلها لمطها. جبت واحد صينية قلبتها فيها. وقديت الورقة من التحت. قلبت فيها البسطيلة ها وكوية. اه قديت تحت منها قديت ذاك الورقة كاملة التحت. عدع ورجعتها عدع وترجعتها للتودي اللي هات تخلف الرعن. اهنا المهم را ما تصورتش لي المهم كمد لكم. مرا غير تصوار ديال الليل صراحة ما كان نحملوش. يعني كيجيني كل شي مضلم وما كيجينيش هو هادك. صفي وكان نلمط وخاك قلب نتها انت كان نلمط. كان ندير البيض وكان ندير الزيت وكان ندير الورقة. باش الورقة تصدع لقتها. يعني ما ترتقش لكم ذاك الورقة ولا. هنا لبنات ذاك الورقات اللي درت في الاخر درت فيهم واحدة اثنية هكوا. ماشي ورقاتي النصوص. كان قطع الورقة على جوج وكان حطها وكان تنيها. انتي واحدة غن ديرها معاكم ولكن ما تشدش ليها لقطة مزيد. كان قسم الورقة على جوج وكان حطها. عانتو ما كان نقدها باش جيداك الحاشية ديالها في الحد في الحد في الحاشية ديال الطاوة كتتخشى من تحت صفي كتتتحبس. كان طوية بحال هكو. شما لبنات كتت هزوها وكترجعو كتطوية بحال هكو. كتطوية طوية صغيرة طوية صغيرا صغير. تكتدوروها كاملة. صفي بحال هكوية. كان نخشيو هادك الحاشية ديال الطاوة. سوف كندهن لبستيلة ديالي بشوية ديال البيض. وشوية ديال السوجة. درس في واحد الاقترى دي وحد معلقة ديال السوجة وكندهنها. وكندخلها الفران. طريقة ديال طيب ديالها رادرتها في اللول سخنط الفران. وفي تالي نقص الفران على الجهد. يعني خليته كالطيب تلت سوية على البنته هي في الفران. ولكن جيزوين البنته هنا وحد شوية القمرون اللي خليته. آآ غدي الزبدة والزيت والأبزر والرشيشة الملح ونزين بها بسطيلة من الفق هنا نزينها ونقضها ونقضها بهذا القمرون وحامض فرشت لها شوية الخز وكنتمنى اعجبكم الفيديو وتسجعون بالليكب هنا البنت رابدلت الديكور معجبني ونقضت لها الدورة بهاد الكروفيت وكان ندير الحامض زوقتها بالحامض لم يمكن كل شيء واضح اتمنى اعجبكم الفيديو وتسجعوني بالليكب والتعليق ديركم واللايك الليك 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 لا تنسوش لي الليك الليك يعتكم من ويتفق وطركم وهنا البسطي للأخرى البنات مسكينة جاءت مسكينة يتيمة هي البنات ذاك الورقة اللي شاطت لي قطعت هولي احتفق منها مدرش لان نفس الطريقة وهذا الشي اللي كان ينطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة واسلام عليكم اشتركوا في القناة